بدوره تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس العلا حاكم أم القيوين بقصر سموه صباح اليوم وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين تقبل سموه التهاني والتبركات بمناسبة عيد الأطحى المبارك من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني بهذه المناسبة فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني من معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومن معالي جمعة الماجد وأعرب جميع المهنئين عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة داعين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى القيادة الرشيدة للدولة وشعب الإمارات بدوام الصحة والعافية وبمزيد من التقدم والرقي شكرا